السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أعزائي الطلاب؟ أرجو أن تكونوا بخير وبصاحة جيدة اليوم سنتكمل معا قصة الأقدام الطائرة قصة درس اليوم سنقوم اليوم بدراسة جزء من قصة الأقدام الطائرة من خلال مناقشة أسئلة التحيئة قراءة الهدف الاستماع إلى الفقرة ثم التوقف لقراءتها مرة أخرى مناقشة معاني المفردات الجديدة مناقشة الفقرة من خلال السؤال والإجابة تدوين نشاط كتابي في الدفتر وأخيرا التقييم الختامي التحيئة اختر الرياضة التي تحبها لماذا تفضل هذه الرياضة عن غيرها؟ وبما تنصح زميلك الذي لا يمارس الرياضة؟ دوين هذه الإجابات وأرسلها لمعلمتك الأهداف أن يلخص المتعلم أحداث القصة موضحا الصراع وسوف نتذكر معا ما أنواع الصراع في القصة أن يستنتج المتعلم الأفكار الرئيسة في القصة والآن هيا بنا نستمع ونقرأ قصة الأقدام الطائرة نازلت أذكر وضوح ذلك اليوم البعيد حين كنا نقف في ساحة المدرسة في حصة التربية البدنية فقام اثنان من كبار التلاميذ بتوزيعنا إلى فريقين ولم يحسبوا مهاوشا مع أنه كان يقف معنا قال مهاوش أريد أن ألعب معكم سكت قائد فريقنا أما قائد الفريق الآخر فقال بعد تردد أنت لا ترتدي ملابس رياضية ثم أنت لا تستطيع الجري لا يمكنك اللعب معنا كم حزنت عندما سمعت هذا الكلام نظرت إلى مهاوش وأنا أشعر بألم يعتصر قلبي وحزن شديد ووددت لو أستطيع أن ألف على شيئا بمساعدته لكنه فاجأنا جميعا عندما قال أولا أنا غير مطالب بملابس رياضية بإذن من المعلم ثانيا أنا أستطيع أن ألعب دون أن أجري يمكنني أن أكون حارس المرمى ثم أهرج من جيبه قفازين تشاورنا هل يلعب مهاوش أو لا وفي النهاية وفي النهاية اتفقنا على أن مهاوشا من حقه أن يلعب فقال قائد فريقنا سيلعب مهاوش معنا وكنت ممن قفز فرحا لهذا القرار وأسرع مهاوش إلى المرمى وهو يتميل ويقفز والآن ما الصراع؟ الصراع هو اختلاث الآراء بين الشخصيات ينتج عنه حدوث مشكلة والآن حدد ما الصراع في القصة السابقة والآن أعزائي الطلاب تعالوا بنا نتعرف الكلمات الجديدة معنا يعتصر قلبي أشعر بألم يعتصر قلبي أي يشعر بحزن شديد ودت أي أردت تشاورنا أنا وزملائي بمعنى تناقشنا الكلمة وضدها أي الكلمة وعكسها حزنت سعيت النهاية البداية أخرج ضدها أدخل والآن عديزي الطالب توقف لقراءة الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التي تليها والآن فكر ماذا قال القائد لمهاوش؟ ماذا قال قائد الفريق لمهاوش؟ نعم نعم قال أنت لا ترتدي ملابس رياضية ثم أنت لا تستطيع الجري لا يمكنك اللعب معنا ممتاز صف رعب أحسنتم معنا وددت وددت أي أردت حسناً ما العلاقة بين ألم وحزن؟ ما العلاقة بين الكلمتين ألم وحزن؟ ممتاز العلاقة علاقة ترادف ما رأيك برد مهاوش؟ عندما قال أنا غير مطالب بملابس رياضية بإذن من المعلم ثانياً أنا أستطيع أن ألعب دون أن أجري يمكنني أن أكون حارس المرمى ما رأيك في هذا الكلام؟ هل أعجبك؟ للتعبير عن الرأي صف رعبة نقول أعجبني رأيك أو أعجبني رد مهاوش أعجبني تصرف مهاوش لأنه وأكمل كلامي وإذا لم يعجبك رد مهاوش تقول لم يعجبني تصرف مهاوش أو لم يعجبني رد مهاوش وأيضاً تقول السبب لأنه ثم تذكر السبب والآن ما نوع التعبير في جملة ألم يعتصر قلبي شعرت بألم يعتصر قلبي للتعبير نوعان تعبير حقيقي أو تعبير مجازي وهنا نوع التعبير ممتاز إنه تعبير مجازي أحسنتم والآن هيا بنا نستنتج الأفكار الرئيسة من الأحداث السابقة فكر ثم دون ملاحظاتك صفات مهاوش الخارجية من حيث الشكل تحدثنا في الأحداث السابقة من خلال الحصتين السابقتين عن شكل مهاوش صفاته الخارجية مهاوش شخصية لطيفة وأيضا تحدثنا عن شخصية مهاوش أو صفاته الداخلية مهاوش لا يشعر بالخجل بسبب قدمي هو يعاني من التقوص لكن هذه المشكلة لم تمثل له أي نوع من الخجل على الإطلاق وتحدثنا في يومنا هذا عن هواية مهاوش المفضلة وكانت نعم كرة القدم بالأخص لعبة حارس المرمى رائع انضمام مهاوش إلى فريق كرة القدم وأصبح حارس المرمى والآن حان وقت الأنشطة تخير أحد الأنشطة التالية ثم أجب عنها والآن ادخل على رابط كهوت المرفقة على السيسو وأجب عن الأسئلة ولا تنسى عزيزي الطالب افتح موقع عصافير وقرأ قصة من القصص المحددة لك شكرا لكم صف رعبة لحسن استماعكم وإلى لقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية دمتم بخير مع السلامة